السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم راح ندخل حصة رقم 16 من سلسلة الحصص القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية واليوم راح ندرس مؤجلة بعدات تنازلي باستخدام القلبات GK في الحصة الماضية في الحصة رقم 15 درسنا مؤجلة باستخدام عددات تتصاعدية باستخدام القلبات اللي حبي تشاهده جمعي يروح الحصة رقم 15 فاصل ثم نواصل موسيقى 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 شابي بازينا بتعرف المؤجلات باستخدام عددات تنازلي وش لازم تعرف لازم تكون فاهم عددات تنازلي شحن خارجي وهذا العدد وش تزيد له قانون اللي هو زمن تأجيل يسوي N في الدورة T إذن T مينسكي وش معناتها هي قيمة زمن تأجيل حاب توصل لها أما الآن بالنسبة لعددات تصاعدية سميناها شرط نهاية العدد أما بالنسبة لعددات تنازلية هي قيمة شحن العدد بالقيمة الابتدائية باستخدام مداخل وكلمة تقليل ان تقليل جهت تقليل قيمة شحن العدد وكنت تقليل وكلمة تقليل أما T مينسكي وش معناتها ؟ أي مؤجلة رقمية لازم نهاية إشارة ساعة هذه إشارة الساعة قادرة جيها من S&O 555 قادرة جيها من بوبة نفسي أموس إذن تيوشية هي دور إشارة الساعة جماعة كي تعد فهم عدد تنازل منه وهذا القادر نفهمه كل شيء شلاحي ولي بسيط ثاني حاجة لازم تعرفها جماعة لازم تعرف المخطط الوظيفي البسيط والله مخطط وثائق الصانع إذن جماعة كيف تعرف بالله أعطالك مؤجلة باستخدام عدد تنازل أول حاجة أروح لمداخل إرغام كما كنتم تلاحظه هنا مداخل إرغام عن DR slash S والله يكتب لك clear slash preset بما أنه يعطيك مداخل إرغام مع بعض clear preset أعرف بالله هذا التركيب يحتاج الشحن شكل يحتاج الشحن هو العدد تنازلي هنا أعرف بالله هذا وشي هو عدد تنازلي من بعد أجمع كيف تعرف بالله تركيب هذا المؤجلة لازم تلقي تحويج أساسية الحاجة الأولى وشي هي أي مؤجلة عندها إذن بتأجيل وهذا إذن بتأجيل وشي يكون وهي بوابة عند عندها مدخلين مدخل أول مربوط بإيشات الساعة قادرة تجي من NO555 ولا قادرة تجي من بوابة نفسه موسع الحساب تركيب اللي يمدون لك ومدخل الثاني وشي يجمع يعطيكم مثلا X11, X24, X27 هذه X23, X24, X27 وشي وظيفتها إذن بالتأجيل أي مؤجلة وشي عندها عندها بوابة إذن بالتأجيل وهذه البوابة قادرة تكون عند وقدرة تكون حتى NAND اما الثاني حاجة اجمع كيف تعرفها مؤجلة تجمع مخارج قلبات مربوطة بالبوابة و هذه البوابة مكتوب عليها T وهو نهاية زمن تأجيل نها اللي تلقى البوابة و مخلصتها مكتوب عليها T أعرف بللي مؤجلة باستخدام عدد نها اللي تلقى N ما جاء سكين هنا أعرف بللي تركيب عدد نها اللي تلقى T من سكين و شمع عندها مؤجلة باستخدام عدد وهذه البوابة بيجمع ديما موجودة في العدد التنازلي و الشهي هذه البي هي بوابة أد مربوطة بكل مخاج من فيها لكل قلبات بسكو المؤجلة نخدمها ديما نخدمها بعداد تنازلي شحن خارجي شحن خارجي ديما يكون موجود و آخر حاجة نجمعها في المؤجلة في المخطط الوظيفة التاحة أي مؤجلة وش عندها عندها شحن المؤجلة بالقيمة الابتدائية و نعود ديما نحنها بالمداخل إرغاب إذن لها اللي تلقى R slash S ولا كلي slash preset ما نقولوش باللي هذي وظيفتها المس كما في العدد التصعودي مثلا كي يكتب لك هنا إنيت مربوطة R slash S ما نقولوش إنيت وظيفتها مسح العددات هنا وش تقول إنيت وظيفتها شحن العدد بالقيمة الابتدائية عن طريق ما داخل إرغام كلير والبروسات وهنا يا جماعة كمانا المخطط الوظيفي تاع المؤجلة و في هذا الفيديو جماعة عجبتكم ربع تمارين زج تمارين نصمم مؤجلة ثماني الثالث يعطيك مؤجلة مصممة بتحسب زمان تأجيل وتماني الرابعة حيكون فيها مؤجلة شحن خارجي والشحن ذاتي هيا جماعة نبدأ على بركة الله وحفظه هيا رفع المثال رقم واحد جماعة كما كم تلاحظوا في المثال رقم واحد طلب منكم إكمال تصميم هذه المؤجلة من أجل هذه المؤجلة دور تحته وش يسوي يسوي واحد ثانية ولازم زمان تأجيل اللي يتحقوا لي لازم زمان تأجيل يسوي ست ثواني وفي التركيب هذا أعطى لك ثثة قلبات وطلب منك إكمال تصميم منطقي لهذه المؤجلة جماعة بهم كمال مخطط منطقي لهذه المؤجلة و لنكمل تصميم لهذه المؤجلة لازم تعلم نقرار وثائق صانع هذه هي الوثيقة الصانع بقى نقرار وثائق صانع عندي استراتيجية استراتيجية فيها عدة خطوات هيا جماعا أن دروه هذه الخطوات بالترتيب أول حاجة في الاستراتيجية واش يقول لك جماعة لازم يكونوا قلبات في حالة التبديل مع انت قلبات جي كهذا وحولهم إلى التبديل يتربط جي أو كا بالفي سي سي لو كان ما يمدلك مصدر جود في سي سي مع انت جي أو كا وش مدلها واحد منطقي واحد منطق بما أن نعطى لي مصدر جهد VCC معناتها أجبرني أنه G-A و K-A نربطهم بالVC إذا نقلب الأول نحاوله التبديل نرطه G-A و K-A نزيده ونحاوله القلب الثانين G-B و K-B نقلبه في حالة التبديل وقلب الثلاث G-C و K-C حالة التبديل كل قلب يدير ولي يقسم التواطر على 2 إذا لو كانت متواطر القلب الأول 50 هرتز كي اوش يديرها يقسم 50 هرتز على 2 ولي 25 هرتز هذا هو ما معناتها التبديل قلب في حالة التبديل يقسم التواطر على 2 ويقوم بالضرب الدور في 2 ما معناتها؟ لو كانت مدى إشارة سعر رئيسية دور تحت T يساوي 1 ثانية لو كانت تحسب T K-A دور تحت القلب الجديد تلقاه يساوي 2 ثانية يساوي الدور في 2 هذه قلبة التي تعمل في حالة التبديل أما خطوة ثانية وش هي أي مؤجلة عندها إذن بالتأجيل إذا كيف نجيب إذن بالتأجيل؟ رحوا المخاطط الوظيفي إذا إذن تأجيل مربط بوباء مدخل الأول إشارة 9 رئيسية وإكس 25 نجمع بما أن X25 لديها علاقة مع الإشارة 9 ومعناتها وظيفتها إذن وبما أن التركيب هو عبارة مؤجلة ومعناتها وظيفتها إذن بالتأجيل X25 خمسة ومعناتها مرحلة لابتدائية رقم 5 والعشرات 2 هي رقم الأشغل إذا كيف نقوله؟ المرحلة الخامسة من أشغل 2 وظيفتها إذن بالتأجيل إذا كيف نجزدها هنا في التركيب؟ إذا كيف نفعله؟ نسمع البوباء مدخل الأول نكتب فيها ومدخل الثاني X25 ونضع البوباء بالقلب الأول والقلب الأول الأهم نكتبه الألاسبي يعد لبيت الأحد البيت الجي في اليمين ومعناتها المخطط الوظيفي يطلب منك صانع يجب أن تحترم وثائق صانع كما هنا المؤجلة كنت قاد ندير إشارة 9 10 مباشرة هناك محترم وثائق صانع إذن لازمنا نخدم المؤجلة باستخدام وثائق صانع أي حاجة مدهنا نطبقها في الواقع إذن نجمع كمنا كمنا خطوة ثانية من الاستراتيجية الخطوة الثلاثة هي خطوة الثلاثة هي مؤجلة رقمية مؤجلة بعدد تصاودي ومؤجلة بعدد تنازلي إذن نسأل روحي هذه المؤجلة طلبها مني أستاذ هل هي مؤجلة بعدد تصاودي أم لا هي مؤجلة بعدد تنازلي أتعرف الإجابة جمعها لازم تذهب إلى المخطط الوظيفي إذن إجابة موجودة موجودة هنا إذن نهالي مدلك هذا التركيب يحتاج إلى الشحن ما يحتاج للشحن هو العداد تنازلي نهالي ومدلك المسح احتمالي يكتب لك عداد التنازلي ولا يجمعه ويكتب لك على التنازلي ولا يقول لك أكمل تصميم مؤدل بعدد تنازلي إذا لم تقال لك سؤال هو روح المداخل تلقم في عددا إذن هذا التركيب يحتاج إلى شحن ومشحن لك عدد تنازلي أما نحن بالقيمة لابتدائها إذن بعد ما عرفت بلي هذا العدد التنازلي بعدها كيف نخدم عدد التنازلي نتبع قاعدة إصبعين إذا ما نقوله إذا تشابه الإصبعين وما نقوله عدد تنازلي إذا كان موجود الاختلاف وما نقوله عدد تصاعد وما معنى هذه القاعدة إذا كان إشارة الساعة يشبه المخرج إذا كان منفي مع منفي يعطينا عدد تنازلي غير منفي مع غير منفي تشابه يعطينا عدد تنازلي إذا كان اختلاف مثلا جبهة منفية مع المخرج غير منفي يعطينا عدد تصاعد هل يشبه لها مخرج منفية ولا غير منفية؟ هل يشبه لها مخرج غير منفي؟ إذن نخدم عدد تنازلي نفي مع نفي إذن كي آ بار نرطوها بسي كا بي تعالقلاب الثاني وكي بي بار نرطوها بسي كا سي تعالقلاب الثالث وهنا وش خدمتها؟ خدمتها عدد تنازلي ترديده ثنين وثلاثة مع أنتها ترديده ثمانية بالدورة كاملة إذن هنا وش هي هو نوع العدد؟ إنه عدد تنازلي والقلب الأخير يكتب عليه الامس بي اللي يحسب الوزن الأقوى من بعدها جمعنا خطوة ثثارح وخطوة الرابعة الخطوة الرابعة وهو ترديد المؤجلة إذن ترديد المؤجلة immobil alláنا何 فعل قيمة الشحن إذًا إجاد قيمة الشحن في المؤجلة إذن أجام اجد قيمة الشحن في المؤجلة م POLYR كما كنت لعظة زمن تأجيل كما كنت لعظة زمن تأجيل أعطينا 6 ثواني يساوي 6 على دور 6 على واحد يساوي 6 ترديد المؤجلة يساوي 6 وبما أنه مؤجلة بعد التنازلي الآن سنسمي قيمة الشحن الخارجية إذا ما نقول بعد الخطوة الخامسة كيف نشحن المؤجلة سنشحنها برقم 6 إذا نذهب إلى المخاطط الوظيف كيف يكون شحن المؤجلة المؤجلة لدي طريقتين للشحن إما عن طريق X20 أو عن طريق INIT وبما أن X20 و INIT مربوطين بالP سنقول ما هو وظيفتهم المسح سنقول ما هو وظيفتهم الشحن بالقيمة الابتدائية وقيمة الشحن الابتدائي جميعا قيمة الشحن الابتدائي جميعا وهذا البوبا جميعا يعطيها لكم مجهولة لازم تستخرجوها دي معنا نعطيها لكم مجهولة نتألمكم بها تخرجوها قادر في البكالورية إذا ما نقوله قد عندي طريقات الشحن إما إما نشحنه عن طريق X20 أو عن طريق شحن اليدوي INIT وشان نقول أو إذا البوبا هذه الـ A ستكون بوبا R هينكملوا أجمعها ومن بعد هذه البوبا R ستكون منفية إذا ما نديره بما أن المؤجلة يخدمون كامل بالشحن الخارجي إذا أي مؤجلة تشحن بقيمة الان معانتها تشحنها بقرقم بستة ما تشحنها بان ناقص واحد كما شفناه في العدد التنزيل الشحن الذاتي شحن الذاتي سنستخدمه بزافة أجمعها إذا في المؤجلة سنستخدمه شحن خارجي ويا شحن خارجي واحد ويا شحن خارجي مع الشحن الذاتي إذا ما نقوله أجمعها المؤجلة تشحن بقيمة الان من بعدها بما أنه عندي طريقة X20 والإنيت عندي طريقتين إما X20 أو إنيت معانتها نحتاجه بوابة R في المدخلين لو كانت الأطالي ثلاث طرق نرسم بوابة R ثلاثة مداخل مدخل الأول في البوابة R نرطه بال X20 ومدخل الثاني نرطه بالإنيت وبما أن هذه البوابة R سنرطه بالمداخل AirGam Preset Clear وكما تلاحظوا مداخل AirGam Preset Clear حتما هذه البوابات تكون منفية من بعدها جماعة وش نديروا طريقة تحويل نظام عشري إلى نظام ثنائي الرقم الأول لما كتب عليه LSB نكتب عليه 2 أو 0 ورقم الثاني 2 أو 1 نزيد واحد معتها 2 ورقم الثاني 2 أو 2 أو 4 بعدها نساءلوا رقم 6 وش يساوي من هذه الأرقام رقم 6 وش يساوي 2 ويساوي رقم 4 إذا نجمع الأرقام اللي الداخلين في الحساب نرطه بالبروسات والأرقام اللي ماشيين داخلين في الحساب نمسحهم نرطهم بالثلير إذا البوابة هذه القلب الأول رقم 1 نحتاجه في الحساب إذا لازم قلب له وتمسحه ترقمه على الصفر كيف ترقمه على الصفر نرطه بالكلير إذا البواحد ماشي داخل في الحساب ثنين معها ربعة يمدوا لي ستة ثنين داخلها في الحساب مع أنتها المخرج البوابة التي تشحن ترقمه على واحد منطقي والقلب الأخي ربعة داخل في الحساب نرغمها لبروسات وكأنه شر ندير الجماعة وكأنه واحد أربطها بكلير واحد في الصفر يسوي الصفر زايد ثنين أربطها بالبروسات ثنين في الواحد تسوي ثنين زايد ربعة ربعة في الواحد وش تسوي ربعة زايد ثنين ويسوي رقمه ستة صحيتو ولما داخل الرمج مع هذه المتبقية تخلوهم فارغين بسكوا حيكونوا فعالين إذا نبهن ديزاك تيفيهم ولا نخملهم ندرهم واحد منطقي واحد منطقي واحد منطقي وهنا يا جماعة كملت الشحن ولا تحب تخدم طريقة ثانية باستخدام التوفيقه وتشحن القلبات اللي ما يفهمش هذه الطريقة يخدم طريقة ثانية وش يدير؟ هذه ستة جماعة يحولها نظام ثنائي كتحولها نظام ثنائي كتحولها نظام ثنائي ستجد قيمتها واحد واحد الصيفر من بعد الرقم الذي جاء في اليمينfound caring الحوج أن نكتب هنا ماذا؟ يجب بالأول كل بما نضح في نسية kill حوالي كتحول الوقت وقلب مzukتش من الأول شاهد موجود هذا الصيفة يجب الع PL وقلب الثاني ٧ وقت مخيم موقعاء ٢ مخêts البواب أو n الصيفر الوال بي ارغمته على الواحد ما عندها ما خرج البوابة بتاع الشحن ارطوها بالبرسات. وقلب الثالث واحد ما عندها ما خرج البوابة بشربطها بالبرسات. والمداخل الارغام المتباقية هذا ما تنسوش تزاكتيفهم واحد واحد واحد. وانت خيال طريقة اللي تعجبه. هنا يجمعها كملنا الشحن. اخر حاجة بقتنا في مؤجلة. اي مؤجلة عندها شرق نهاية التأجيل. وبما انه عدد تنازل يجمعه وشحن خارجي في المؤجلة الدماء عندها النفس بوابة. اذا وش نديره في هذه الحالة? قد عندي اقلاب هنا جمع. عندي ثلاث قلابات. وش نديره? نسمو بوابة اين بثلاث مداخل. اذا هادي البوابة بي حاب نجيبها هي بوابة هي بوابة تشاق نهاية العدد ودي ما حتكون بوابة اين في العدادة تنازلي. اذا وش نسمو? نسمو بوابة اين بثلاث مداخل. عندي ما تخلوه له ثاني والثالث. وهذي بوابة بش نربطوها بكل مخارج من فياج مع ركز ومع يمليه نربطوها كل مخارج منفية. بسكوا لها العداد. وشي بدخل? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. يكون المخارج كي او كي بي و كي سي يكون صفر صفر صفر. المخارج منفية وش هتكون واحد واحد واحد. وهذا هتمدلي نبضة شرط نهاية التأجيل. إذا شرط نهاية التأجيل وشي هو بوباء. عدد مداخله ها هو عدد القلبات. وكل مداخل بوباء عند هذي تربط بالمخارج منفية. تربط بكي ابر وكي بي بار وكي سي بار. لماذا؟ لأنه هذا وشي هو مؤجلة باستخدام عداد تن تنازل شحن خارجي. وهنا ما تنسوش تكتبوه زمن تأجيل يسوي ستة ثواني. جماعة هذي البوباء قادرين تكتبوها بوباء النور. وشح ديروا في هذه الحالة طبقوا نظرة دي مورغان. وبما انه هنا حساس القصيرة هنعطيكم حويج اللي تحتاجوها بزف. نظرة دي مورغان بإذن الله في المستقبل نحن ديها في الحساسة التفصيلية. إذا نظرة دي مورغان اخريتها في السنة الثانية. وهنا يا جماعة زينا كمناها المؤجلة باستخدام عدد تنازلي دور تحته يس واحد ثانية. وزمن تأجيل تحته يسوي ستة ثواني. وقيمة شحنك يحسبنا لها تسوي ستة. هيا جماعة في المثال الثنين. في المثال الثنين طلبة منا تصميم مؤجلة من أجل دور تحته يسوي واحد ثانية. وزمن تأجيل يسوي أربع ثواني. جماعة هالي يمد لك زمن تأجيل تأكد منه تأكد باللي حيطلب منك تصميم مؤجلة. هالما يمد لك زمن تأجيل تأكد باللي حيطلب منك تصميم مؤجلة مصممة ويطلب منك تحسب زمن التأجيل. هيا جما نبدأه فهذه اللي تركيب اعطان لثث قلابات وطالبا منا انجاز مؤجلة تحقق لي ربع ثواني وبا نعرف هذا العداد اجمع وشي هو نعطيه وعدد تصاعده للتنازلي وبا نعرف نقرر الوثائق الصانع لازم لي استراتيجية. اذا في الاستراتيجية اول حاجة باقبل ما اخذهم المؤجلة لازم لي قلابات نحولهم تبديل. كيف نحولهم تبديل? جي او كا نمدلهم واحد منطقي ولا نربطهم بالمصدر الجهد. وبما ان اعطاني مشظر الجهد اذا اضعتها بالفيسي سي وكا بالفيسي سي. بنفس الطريقة جي بي نعطيها بالفيسيسي وكا بالفيسي سي. بنفس الطريقة جي سي television. هنا حولت القلابات الى قلابات تعمل في حالة التبديل. الخضوة التانية في الاستراتيجية اي مؤجلة عندها اذن تأجيل. هنا مطلق اذن تأجيل من عندي لازم نشوف وثائق صانع. اذا في وثائق صانعẻ اعطاه لك اكس خمصة وضعتها إذن بالتأجيل إذن في هذه الحالة وش نديره نصمه بوبا أند مدخل أول نرطه بالأش إشارة الساعة ومدخل ثاني بإكس خمستاش ومخرج إشارة الساعة نرطوها بالقلب بهذا الشكل جماعة كينا ملاحظة جماعة هذه الأش هي إشارة الساعة جاءة من أنو سانك 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 ولا بوبا سي امو اس قبل هذا الضغط ما يعطيه لازم تحسبه أنت اللي حبي يفهم توليد إشارة ساعة بسي امو اس ولا أنو سانك ساك لا تنسوا بعد ما كملت إشارة الساعة القلب لنرطوه بإشارة الساعة مباشرة نكتب عليه الاس بي الوزن الأضعف يحسب البيت الأحد هنا يكملنا إذن بالتأجيل الخطوة الثالثة الإستراتيجية نسأل رحي السؤال هل المؤدلة يعطيها لي وش هي بعدد التصاعد ولا التنازلي يعني نسأل رحي السؤال هل هذه المؤدلة بعدد التصاعد ولا عدد تنازلي يعني تعرف الإجابة شف السؤال هنا ما بيلك السؤال رح المخطط الوظيفي إذا ما شاءكم تلاحظوا هنا هنا أعطى لي كليل سلاش بروسات نحتاجهم مداخل الإرغام على واحد وعلى الصفر ليه نحتاجهم بأن نشحنه وش كل ما يحتاج الشحن هو العدد التنازلي إذن هذه المؤدلة بإستخدام عدد تنازلي من بعدها جماعة وش ندير نتبره قاعدة الإصبعين التشابه يولد عدد تنازلي والاختلاف عدد تصعودي وبما أنه تركيب اللي عندي عدد تنازلي وش نحن نستخدمه لمبدأ التشابه من بعدها بعد ما عرفت تشابه يولد لعدد تنازلي يروحه إشارة ساعة كما كنتم تلاحظوا إشارة ساعة عطاه لي مثلث دائرة معانتها جبهة منفية جبهة منفية شكو يشبهه إذن باندير تشابه معانتها جبهة منفية نارضه بالمخرج المنفي إذن ماذا نديره؟ الكيئة منفية مربوط بالجبهة المنفية تشابه يولد عدد تنازلي بنفس الطريقة كيبي بار مخرج المنفي نرطه بالجبهة المنفية إذن هنا وشي وليه عداد تنازلي وهذا العداد ترديده ثمانية دورة كاملة وقال لا بالآخر نكتب عليه MSP الوزنة الأقوى من بعد هنا جمع من بعد هنا جمع كملنا خطوة رقم ثلاثة وخطوة ربعة خطوة ربعة وشي هي ترديد المؤجلة واللي هي قيمة الشحن نسميها في العدد التنزل إذن ترديد كيف نحسبوه؟ نحسبوه من قانون العام إذن إيجاد قيمة الشحن اللي هي ترديد بما أنه زمن تأجيل يساوي دور T في N إذن حاوسوا الآن N وشي يساوي؟ يساوي زمن تأجيل على دور T وبما أنه زمن تأجيل أعطاه لي أربعة والدور T أعطاه لي مباشرة لو كان ما أعطاه لك دور T نحسبوه من تركيب المدولية N5 5 5 5 ولا بوابة نفسية موس إذن دور T وشي يساوي ربعة على واحد كنحسبوه الآن يساوي أربعة إذن وش نقولو؟ نقولو يشحى تشحن المؤجلة خارجيا بالقيمة تساوي أربعة من بعدها جماعة هذه الوشن ديرو بعدها هذه الربعة هي قيمة الشحن كيف نشحنه؟ نروح نشوفه المخطط الوظيف كن مسؤول عن الشحن إذن X10 جماعة هي المربوطة بالبرسيت والكلير إذن X10 وشو وظيفته شحن المؤجلة بالقيمة الإبدالي كيف عرفتها الشحن وليس مس لأنه في المداخل الارغام استخدمنا كلير مع البرسيت إذن ثم جماعة وش نديرو إذن بما أنه شحن خارجي يشحن مؤجلة بقيمة N وليس N ناقص واحد من بعدها ناصمه X10 من بعدها جماعة هنا نزيد بوابة نوت عليها لازم نزيد بوابة نوت جماعة لأنه بعدما تقرأوا المتامن وتقرأوا X10 X10 كيف تنشط الجماعة تمدلي واحد الواحد ما يقدرش يفعل كلير بروسيت طرس كيف يمشي بمستوى الأدنى بينما نقلبه X10 تمشي بالمستوى الأدنى نقلبها X10 بار بينما نقلبها تنشط بالمستوى الأدنى X10 نزيدها بوابة نوت والتي تخدم بX10 بار من بعدها جماعة القلب الأول وش نكتب عليه نحوله نظام عشرة إلى نظام ثنائي إذن قلب الأول نكتب عليه 2 أص صفر مع أنتها واحد وقلب الثنين أكبر درجة هي 2 أص واحد مع أنتها 2 وقلب الثالث 2 أص إنها 2 أص إنها 2 أص إنها 4 ومن بعدها نشوفها رقم 4 وش يساوي من هذه الأرقام إذن رقم 4 جماعة وش يساوي يساوي ربعة يساوي القلب الأخير إذن هذه X10 وش يجب لازم دير الرقم الإرقام المتبقي إذا ما داخل الإرغام المتبقي يجمعون ما نديرون له ؟ نديزاكتيفوه بالواحد منطقة أو لا بطريقة ثانية ربعة بالنظام عشاري يحولها نظام ثنائي كنت تحولها نظام ثنائي ومشتقيها واحد صيفا الصفر البيت اللي يجي في اليمين هو الـ LSB وهذا الـ LSB اللي يكون يعبر عليه كي اا إذا معناتها كي اا صفر هذا هذا صفر هذا قلب كي اا نرغمه على صفر عن طريق كلير قلب ثاني نرغمه كذلك على صفر وقلب ثلاث نرغمه على واحد إذا نقلب له نرغمه على صفر معناتها مخرج هذه X10 نرغمها بكلير قلب ثاني نرغمه على صفر معناتها نرغمه عن طريق مدخل كلير وقلب ثلاث نازمنا واحد معناتها نرغمه بالبروسات ونتخي طريقة لتجربك وهنا جمعنا طريقة شحن بالقيمة الابتدائية وآخر الخطوة جمعها في المؤجلات بعد التنازل هي نهاية التأجيل بما أنه عندي ثلاث قلبات وشحنها نرغم بوابا أنت بثلاث مداخل إذا هذه البوابا بي لو كان يطلبها منك وشها هي بوابا أنت بثلاث مداخل هذه المداخل التاحها تربط بكل مخارج من فيها بس كوش هو مؤجلة باستخدام شحن خارج إذا هذه البوابا باش نرغمه نرغم بكي أبار ونرغم بكي ببار ونرغم بكي سي بار وهنا اكتبوا خارجوا سهم وكتبوا زمن تأجيل تسوي أربع ثواني وهنا جماعة زينا كمننا مثال ثنين بسيط جدا لا يوجد حتى إشكالية روحوا للمثال الرقم ثلاثة كما تلاحظوا في مثال الرقم ثلاثة أعطاكم تركيب واجد وطلب منكم حساب زمن تأجيل وأعطاكم بدور تسوي ثنين ثانية فهذا يجمعك يعطيك تركيب واجد لازم تعرف أشكو عدد تنازلي ولا تصعودي إذا كان عدد تنازلي واذا يجب أن تخرج له قيمة شحن عن طريق مداخل إرغام بلست وكلير وإذا كان عدد تصعودي خرج الشرط نهاية العدد هيا جماعة نبدأ ونخدمه كي يقول لك أحسب زمن تأجيدي ما أبدأ بالقانون العام إذا القانون العام زمن تأجيل وش يساوي يساوي دورتي في الآن دورتي أعطى لي ثنين ثانية مي وش بقاتلي الآن ذكروا الآن وش هي هل هي شرط نهاية العدد إذا كان عدد تصعودي ولا قيمة الشحن بالقيمة الإبتداء هيا نشوفه وش معه كنشوف هذا التركيب نصل روح إلى السؤال هل هو عدد تصعودي ولا عدد تنازلي مؤجلة بعدد تصعودي ولا تنازلي بعنا عرفوا يا اجماعة وش نتابعوا ، نتابعوا ونطريقات الإصباح والساوي تشابه يولد عدد تنازلي ووالاذافتر يولد عددة تصعودي بعنا نعرفوا pac coordinate شوفوا إشهات ٩ هي إشهات ٩ هي جبهة منفية هذه جبهة منفية باش مربوطة مربوطة بالكي comprends نفي مع النفي تشابه إذا أن هذا العدد وشي عددت تنازلي إذن الآن هذه اللي خرجها هي قيمة الشحن إذن بسيطة جدا إذن كيف نخرجها أجمعها بحسبه زمن تأجيل مجهول هو الآن استخراج قيمة شحن لهذه المؤجلة إذن كيف نخرج قيمة الشحن الآن أول حاجة نشوفه إشارة ساعة إشارة ساعة مربوطة بقلب الأول هذا وش نكتبه هي LSB وقلب الأخير MSB إذن هذا هو الوزن الأضعف من بعدها أجمعها نكتبه تحويل نظام عشري إلى نظام ثنائي إذن هنا وش نكتبه ثنين أصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص إذا قيمة الشحن 1 مع 4 1 زي 4 ويساوي 5 إذا N ويساوي 5 والله طريقة الثانية يجمعون وش تديره إذا N خلطها بالنظام ثنائي الرقم الجي جيت اليمين هو الLSP إذا هذه استخدمنا إرغام على واحد مع أنت إرغام على واحد مع أنت نجيبه هي الLSP رحوا القلب الثاني إرغام الثاني وش استخدمنا استخدمنا كلها ما مع أنت كلها؟ إرغام على سيفة مع أنت كدوش تساوي السيفة نطلعها هي البيت الثاني الأقوى والقلب الثاني وش استخدمنا منه إرغام على واحد وش معنة كدوش تساوي واحد والواحد نجيبها الMSP إذا قيمة الشحن وش تساوي ساوي 1-01 بنظام ثنائي كيتحولها بنظام عشاري وش تلقها خمسة كما حسبناها بطريقة الأولى بعد ما لقيت الآن أجمع إذا زمن تأجيل نعوضه زمن تأجيل وش يساوي يساوي دور T تاع إشارة السعر رئيسي في الآن ويساوي خمسة في اثنين ويساوي عشرة ثواني إذا هذه المؤجلة اللي اعطاها لي زمن تأجيل تحوش يساوي عشرة ثواني جماعة هذا السؤال جامع يجي في الباكالورية توقعوا أنه يجي في الباكالورية ديما يميدونه مؤجلة ويصموها جامع يعطي لك مؤجلة مصممة واطلب منك حساب زمن التأجيل هنا يا جماعة كمنا تمرين رقم ثلاثة وطلبون وصلنا وصلنا تمرين رقم ربعة وهذا التمرين رقم ربعة جمعة مؤجلة باستخدام عدد تنازلي هذه المؤجلة فيها شحن الخارجي وفيها شحن الذاتي أستاذ كيف نخدم هذه المؤجلة هذه بسيطة جدا آخر حاجة تخدم فيها هي شحن الذاتي هيا جمعنا نبدأ ونخدموها إذا ماذا قلنا؟ قل لك أكمل تصميم هذه المؤجلة من أجل دور T7.05 ثانية وزمن تأجيل T ونعطينا 6 ثواني اسمحوا لي هنا ما كتبت السيقونت إذا زمن تأجيل T7.06 ثواني إذا ماذا نعرف أن نخدم هذه المؤجلة لازم عندي استراتيجية استراتيجية عرفنا فيها 6 مراحل المرحلة الأولى هي لازم نحاول القلبات التبديل ما عارك زمعين مليحنا؟ ما عطا ليش مصدر جود VCC؟ هنا من المستحسن لا نخصب شخطور نكتب واحدات منطقية إذا نقلب له نحاول التبديل معناتها نحاول القلب الثاني نبدأ له واحد واحد قلب الثالث واحد واحد وقلب الرابع واحد واحد وهنا حولت القلبات إلى T قلبتهم تعمل في حالته التبديل هنا كمنا خطوة رقم واحد الخطوة رقم الثنين ما هي الإذنة؟ بالتأجيل إذا إذن بتأجيل المخطط الواضحي شكري مد إذن التأجيل اللي هي X13 إذا ما نفعله؟ ناسمه مدخل الأول نسميه X مدخل الثاني X13 مدخل الثاني X13 وهنا نعطي إشارة تسعى بقلب الأول وهم حاجة للقلب الأول لما نعطي إشارة تسعى دي ما يكتب عليه LSB هو ليعد الوزن الأضعف وX13 هي مرحلة ثالثة من أشغلة واحد وضيفتها إذن وبما أنه تركيب مؤجلة إذنة بالتأجيل صحيت هنا كمنا خطوة ثانية 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 هل هي مؤجلة بعدد تصاعد أو تنازلي؟ إذا نسأل راحي هل هذه مؤجلة بعدد تصاعد أو عدد تنازلي؟ نعرف الإجابة نرى السؤال مع طالية حتى تلمي إذن نروح المخطط الوظيفي المخطط الوظيفي هي P-S مع أنتها Preset-R مع أنت هذه المؤجلة سنستخدمها مداخل AirGram Preset و Clear والشكل التي تحتاج مداخل AirGram Preset و Clear هي عددات تنازلي إذن هذه المؤجلة باستخدام عددات تنازلي إذن كيف نخدم عدد تنازلي قاعدة إصبعين؟ تشابه يولد عدد تنازلي اختلاف عدد تصاعد وبما أنه في تركيب عدد تنازلي خلوا التشابه من بعد نروح نشوف إشارة الساعة بما أنه إشارة الساعة تمشي بجبهة نازلة منفية يشبه لها مخارج المنفية ما عندها إشارة الساعة تربط بالمخارج المنفية إذا مش نديره A بار نرطها B C K B و B بار نرطها B C C و C بار نرطها B C K D وهنا يخدم تعداد تنازلي بدورة كاملة ترديده 2 أس 4 عدد القلبة ترديده 16 هنا كملنا النوع و لا تنسوا القلبة تكتب عليه A M S B هنا كملنا خطوة رقم ثلاثة L و النوع خطوة رقم ربعة نحسب الترديد المؤجلة نفسها قيمة الشحن إذا كم نحسبها بالقانون العام إذا زمن تأجيل قد أعطه لي 6 ثواني و دور T أعطه لي 0.5 نحسبه الآن إذا كم نقول في هذه الحالة إذا زمن تأجيل يساوي دور T في الآن ولا زمن تأجيل يساوي N على تواطر F قد يمتلك تواطر أشمع حسنا إذا الآن ما يساوي يساوي زمن تأجيل على دور T و كنا نحسبه زمن تأجيل 6 على صفة 5 إذا الآن ما يساوي 12 إذا ترديد المؤجلة يساوي 12 وبما أنه مؤجلة بسقطة معدد تنازل لهذه 12 يسمى قيمة الشحن الخارجي إذا كم نقوله كمنا الترديد ذكروا رح نشوف الشحن هل هو شحن خارجي أو شحن ذاتي أو شحن خارجي مع ذاتي و قد تكون مؤجلة ديما فيها شحن خارجي كما هنا يا جماعة وشاكم تلاحظوا في المؤجلة وش أطالي أعطالي إينيت خارجيا وأعطالي مخرج تعال البوبة هذي كي ينتهي زمن تأجيل تعاود الشحن تلقائيا إذا هنا وش نقوله مؤجلة فيها شحن خارجي وشحن ذاتي كيف نصموه بطريقة باصلة نبدأ ونخدمه بنفس الطرق جماعة آخر حاجة نديرو الشحن الذاتي أوكي هيا ركزوا معي مليح يا جماعة إذا بما أنه عندي طريقتين للشحن إما هذه البوبة أ إما شحن خارجي إينيت أو شحن الذاتي إذا نقول إما إذا نحتاج البوبة أ هل البوبة أرغدا فيها مدخل مدخلين إما عن طريق إينيت ولا عن طريق شرط نهاية التأجيل إذا البوبة هذي فيها مدخلين مدخل الأول نكتبه في إينيت ومدخل الثاني اللي هو مسح الذاتي بعد نخدمه جماعة بعد هذه البوبة جماعة باش نحن نربطها البوبة هذي شو وظيفتها حي راح يتشحن لقلبات عن طريق مدخل الثاني بما أنه مدخل الثاني بشي مستوى الأدنى لازم بوبة هذي كتنشط لا تتخدم بالصفر المنطقي لازم ننفيها إذا من بعدها جماعة قيمة الشحن قد تساوي تساوي 12 إذا نحاول نظام عشر إلى نظام ثنائي نكتبه فصل قلبات إذا نقلب الأول إذا وش نقول المؤجية تشحن بقيمة آن القلب الأول نكتب عليه 2 أس صفر مع أنتها واحد قلب 2 أكبر درجة ثانيا مقلبة 3 attitude الثانية ثانيا مقلبة 2 أس صفر 2 نقدر به ربعة حساب صحيحين فقط ربعة في واحد وثمانية نحتاجها نعطها بالبرسيد اذا وكأنه شا نقول واحد في الصفر زايد اثنين في الصفر زايد ربعة في واحد زايد ثمانية في واحد والنتجة تساوي اثناش اذا هذه الطريقة بسيطة جدا وما داخل الارغام المتباقية لازم نخملها عن طريقة ربطها بواحد منطقي هنا يجمع كملت قيمته عشعة اذا هنا وشا نقوله كملت قيمة الشحن الابتدائية واخر حاجة اجمعها وشا بقعت لي نهاية التأجيل وبما انه مؤجلة مشي وما انه مؤجلة فيها شحن الخارجي نرسمه بوابة انت قده كنقلب هنا جمع واحد زوج ثلاثة ربعة وثناثة هذه البوابة بي نرسمه بوابة انت بربعة مداخل وبما انه شحن خارجي هاته البوابة تربط بكل مخارج من فيها بهذا الشكل هاكي ثاني ثالث ورابع وهنا نكتبو زمن تأجيل يسوي ست ثواني وبعدها تسأليني استاذ والشحن الذاتي هنا شحن ذاتي بسيط جدا ما كمش حديره شحن اناقص واحد كيقول عندك شحن خارجي مع شحن ذاتي اخدمها وكأنه تخدم شحن خارجي اذا مخرجتها البوابة هذي يا جماعة كما كنتلاحظوا في الرسم شو هم عامله هذي كين انتهي زمن تأجيل هذا الربط مخرج بوابة بي وين يعود يدخل يدخل بوابة اللي هي نور اذا وش نرسمه هنا نرسمه هذا الحلقة ترجوه ونرطوها بالمدخل بوابة نور وهنا يا وش درت شحن الذاتي ومنها شحن خارجي اذا وش نقوله اذا اذا اكتيفيت اينيت تشحن مؤجلة باثناش تبدأ بعد تحسبت حداش عشر تمشي 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 ثنين واحد سيفر وش خالي جماعة كي او كي بيو كي سي وكيت دي والكم الاصفاء كي او كي بيو كي بو كي wivesهم نفته ونتعلك عمليه 1 في 1 في 1 فيه 1 وش يساو يعني أي عادة ما ي��ح منهم ما في Hollado هودة وش يساو يعني واحد واحد اي عدد وش يساوية واحد نفتع لحد ولا هو يعني بو الصيفة الار يشحن بنصيف أنه حدها وش يكي في كلير ويمش طريق الصيفة وهنا صيفة الارز جمع بؤسن تلك اي اذا هنا وش نقوله مؤجلة باستخدام اهات تنازل اي وفي طريقتين شحن يدوي خارجي وشحن ذاتي شحن داخلي وهنا يجمع زنا كمان مؤجلة باستخدام عداد تناسلي وهنا يجمع كمان حصة رقم 16 والحصة القادمة ان شاء الله هتكون مؤجلة باستخدام دارة مندمجة 74 ألاسة 90 وهنا جمع زنا مبقى عليها نقولكم غير سلام